السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازايكم وحاجتون عاملين اي رب تكونوا بخير معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام موضوع فيديو النهاردة حشرات الحمام طبعا عملنا فيديوهات كتير عن حشرات الحمام لكن النهاردة معايا صنف جديد مبيد حشري فعلا جاب نتيجة جيدة جدا مع الحمام ومع حشرات الحمام وامن جدا جدا حتى انا برش منه على الحمام وهتشوف دلوقتي ازاي امكان هو غال شوية بس انت مش هتستخدم منه كتير اه قبل ما نبدأ الفيديو عايزك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو مكنش مشترك لان في الفترة اللي جاية هنعمل فيديوهات مع الدكتور سامي عوض دكتور سامي عوض دكتور بيطاري شاطر جدا جدا هو دكتور كبير يعني بيشتغل للمزارع كبيرة اه واحنا اقنعناه ان هو يعمل معانا فيديوهات عن الحمام اه للمربيين الزغيرين اللي زي حالتنا اه هيكتب لنا الالاج في رشتة او ان هو لو انت حضرتك مكانك متاح ممكن يشحن لك الادوية هتحول له اه تمن الادوية والكشف وهو هيشحن لك لو مكانك متاح او لو مش متاح هيبعت لك الرشتة على الواتس والتواصل على الواتس سهل جدا ان انت هتصور له الحمام او تصور له المرض في الحمام وهيبعت لك بناءا عليه الادوية اللي انت هتمشي عليها وتستمر معاه وان شاء الله تحل جميع المشاكل اللي انت منتاش عارفها اه الدواء ده اللي هو قال عليه صراحة الدكتور سامي عوض هو في ضمياط يا جماعة الناس اللي هي من ضمياط اللي هتستفدت جتير جدا من الموضوع ده واللي في اي مكان في مصر ان شاء الله متاح شحن له او خارج مصر حتى هيكشف له عن طريق الواتس ويرسله رشتة العلاج زي اللي انا هوريها لحضرتك دلوقتي دي ده جماعة عشرة سمتي بتلاتين جنيه اه انا شاريهم من برة واكتبهم لي في الرشتة يعني هو مش بيبقى ادوية لكن هو هيوصف لك العلاج ولو عنده تركيبات بيستخدمها لان هو بيستخدم تركيبات اعشاب وادوية بيطرية وادوية بشري اه لكن ده هو انا شاريهم من سيدالة برة هو كتاب لي الاسم هوريلك دلوقتي الاسم وهوريلك الرشتة بتاعت الدكتور سامي عوض طبعا دي الرشتة بتاعت الدكتور سامي عوض اهو بيكشف كأنك بالزبط راح تكشف على بناء دنين او انسان راح يكشف اكتب لك رشتة وفي الاعادة برضو اكتب لك تاني الاعادة وفي النهاية لما قلت له ان انا باشتكي من حشرات الحمام اللي انا جردت فيها نوع كتير اه كنت بستخدم ايه قبل كده اه افريزين واكتومسرين اللي كنا بمستخدمهم في استحمام الحمام لكن دلوقتي مش جايب نتيجة حقيقة اه بقالي تقريبا يجي سانا مش جايب نتيجة خاصة مع اه الزبابة اللي بتيجي في ريش الحمام الزبابة اللي بتيجي في ريش الحمام ما عادش بيقضى عليها النوعين دول زيت كمان ان احنا في الفترة الاخيرة انا جربت حاجات تانية جابت نتيجة اه بس مش مية المية برضو استخدمت خلي مع مالحك في المية وخليت الحمام يستحمى فيه هو موت بنسبة كبيرة جدا الدبانة اللي في الحمام او ان هو اه خرجها من الريش لكن ما انتهتش تماما بعد فترة بلقيها يومين تلاتة كده بلقيها لكن هو قال لي الدكتور سامي قال لي عشان الدواء ده يجيب معك نتيجة اتعمل ايه هتستخدمه ايام وبعد خمس ايام كمان مرة تانية ترش تاني وبعد خمس ايام تكرروا كمان مرة يعني هتكرروا تلات مرات كل خمس ايام مرة اتنين سنتي على الليتر هقول لك اسم العلاجة هوت اللي هو الدواء ده اللي هو مضاد للحشرات الاسم زي ما كتبه دكتور سامي اهو فوكسيم ده الصنف الاول ازا لم يوجد ازا ملقيتش فوكسيم فوكسيم او سيباسين اه رش بمعدل اتنين سنتي على الليتر اه هحط فقط اتنين سنتي على الليتر اللي بتاخد اتنين ليتر فهحط عليها اربع سنتي اه استنى علشان برضو هتشوف انا برش ازاي علشان تتأكد ان انا برش على الحمام انا رشيت مرة ودي المرة التانية المرة اللي فاتت رشيت وجاه على الزغليل الزغيرة وجاه على البيض الحمد لله بدون اي خسائر امن جدا 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 وهتشوف دلوقتي انا هرش ازاي برش يعتبر بحمي الحمام والزغليل حتى وهو رائد على البيض استنى انا هعبي بس الازازة زي ما قلتلك اه اتنين سنتي على الليتر ولازم تتأكد ان انت هتكررها اه بعد خمس ايام وترجع تتكررها كمان بعد خمس ايام يعني هتكررها تلات مرات كل خمس ايام وبس كده مع انتش هتلاقي اه سوسة مع انتش هتلاقي دبانة مع انتش هتلاقي فاشا مش هتلاقي اي حاجة زائد ان هو امن اهم شيء اللي بنأكد عليه اللي احنا كنا بندور عليه من زمان ان هو امن هنعبي الدوة هنا في الازازة وبعدين نبدأ نرش على الحمام شوف حضرتك انا عبيت اهو الازازة وهرش ازاي على الحمام مباشرة شوف حضرتك ازاي بحمي الحمام اهو ما تخافش انا مجربه ودي تاني مرة انا بقول لك على حاجة انا مجربها ايام انتش هتجرب حاجة انا مجرب النوع اللي معي اللي هو النوع الاول اللي مكتوب في الرشدة النوع الاول وهو ريك صورته دلوقتي على الشاشة ان اللي اتلاقي من الاتنين هو الدكتور سامي قال لي ان هو امن دي الميزة فيه ان هو امن هترش بالشكل ده شوف الحمام استحمة انا حميت الحمام ومش دي مش اول مرة انا رشته قبل كده احنا هنرشه تلات مرات بالشكل ده تلات مرات كل خمس ديام مرة وترش المكان بتاعك والسلكات وترش المكان بالكامل هتقضي على اي حشرات الحشرات طبعا اللي هي بتنقل الامراض وبتسبب معظم امراض الصيف فاحنا هنتهر لطبعا لسه الصيف ما رخالش احنا في الربيع فاحنا هنتهر السلكات بتاعتنا والعيون بتاعتنا من الحشرات علشان برضو موضوع الجدري اللي بينتشر في الصيف وبيكون سببه حشرات الحمام ده هيقضي لك ان شاء الله على معظم الحشرات اللي هي السبب في الامراض دي بس رش المكان كله بالسلكات بالحيطان بالارضيات كمان مش مشكلة يعني هي مرة اه هتقضي هتكلف نفسك شوية يعني حتى لو هتكلف نفسك خمسين جنيه هتقضي على الحشرات اللي عندك كلها في التلات مرات اللي هترشهم دول اهو على الحمام رش مباشر ما تخافش من حاجة اهو على الحمام وعلى المكان تخافش من اي حاجة بالمناسبة دا جماعة اخواننا اللي في الخليج اخواننا اللي هو هيقول لي في ناس كتير هتقول لي ان ما عندهم شي النوعين اللي انا بقول عليهم دول او الصنفين دول انا وانا بتكلم مع الاخ حسان صديق حسان من الكويت قال لي على صنف ان هو بيستخدمه اه هو عبو احنا انا اعتبرها كده عزي عندنا البيرسول اه سألته ان هي موجودة في الخليج قال لي فعلا موجودة في الخليج وهو بيرش منها على الحمام رش مباشر قال انها ممتازة جدا وفعالة جدا وامنة جدا جدا اكت تعليف الحكاة دي وقال ان هو بيرش منه على الحمام بتاعه ما خلاش اي سوسة ولا دودة ولا اي شيء في الحمام اه هسيب لك صورته دلوقتي ده موجود في الكويت للناس اخواتنا اللي هما في الخليج او الناس في كل دول الخليج بيقول ان هو موجود هناك وان هو نوع فرنسي سيب لك دلوقتي صورته هتلاقيها دلوقتي اه اكمل انا رش اه استنى فيديوهاتنا اللي جاية اللي هنصورها مع دكتور سامي عوض هتعجبك جدا جدا وهيجاوب على كل الاسئلة اه وفي نفس الوقت يمكن التواصل معاه على واتساب لعن لك اي حالة عبانة تصورها له وهو هيبعات لك رشدة بالادوية اه تصرفها من اي صيدلية بيطاري جنبك او صيدلية بشري حسب ما يكتب ولو في تركبات ممكن يبعث لك الادوية شحن لو اتيح المكان قريب او كده ولو الموضوع مكلف كفاء عليك ان انت اه يكتب لك رشدة تصرفها من جنبك طبعا الكشف هياخد الكشف طبعا وممكن ياخد تمن الادوية لو هو هيرسل لك الادوية استنانا في الحلقات اللي جاية ان شاء الله مع دكتور سامي عوض اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته